ورجعنا لكم مرة ثانية يا عزيلي مشاهدين وبنضمننا الآن كبتلنا العزيز كبتل نصر عباس للحديث عن طاقم التحكيم مباراة اليوم نورنا يا كبتل تحاتي ليه كبتل ايمن تحاتي الكل مشاهدي كرناة مزيد الأل في كل مكان مباراة ان شاء الله نتمنىها تحكميا تكون مباراة جيدة ان شاء الله بإذن الله طاقم التحكيم النهاردة كبتل ايمن يعني لو استرعد نطاقم التحكيم سنلاقي ان محمد عادل هو حكم الميدان ومحمد عادل حكم دولي كان عنده يوم السبت يمكن من يومين كان عنده التراجي والنجم السبت وطبعا لعب وجه الحد رايح الاثنين النهاردة التلات طيب هل محمد عادل النهاردة استطيع جهز يدير من ده السؤال احنا نقوله هو وحن نتكلم بعد المباراة وحنشوف محمد عادل حكم دولي حكم دولي 45 سنة كانت من ايمن البساطي البساطي دولي حكم مساعد دولي ايضا لعب لنا مباراة قبل كده في هذا الدور خارد حسام طه وده المفاجئة هو مش دولي لكن حكم من صغار السن اللي هو الحكم المساعد تاني اخو احمد حسام اللي هو النهاردة بيلعب حكم في كاس عالم اللي هو موجودة في اندونيسيا ده خارد ده اخوه ابراهيم حمد حكم رابع الحنفي محمد الحنفي هو كان حكم دولي والنهاردة هو على الفوار موجود عنده خبرات كبيرة محمد الحنفي ومحمود ابو الرجال ودي مفاجئة مهمة جدا النهاردة حاطت محمد الحنفي حكم للفوار وحاطت محمود ابو الرجال حكم مساعد للفوار طيب هنروح لمحمد عادل هنتكلم على محمد عادل في مباراة النجم الاول هنتكلم على تراجي والنجم ممكن هو كان عنده مش محصوصة كابتن عامل مش كويس قوي قوي في ديارة تسعين حتحسب راكل الجزاء طبعا للتراجي ما كانش موفق فيها كانت الهدف التاني للتراجي وكان حصل فيه اعتراض في هذه المباراة على نهاية راكلة الجزاء كان محمد بن علي وكان هناك تحايل ولكن طبعا عادت المباراة والنهاردة عنده مباراة النهاردة الاهلي محمد عادل أدار كمان كابتن أيمن أدار مباراة الأول أسبوع كانت ما بين نادي الاهلي والمصر يعني تاني مباراة لمحمد عادل أدار مباراة كويس قوي 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 فاز فيها أربعة هدف مقابل لشيء لنجم الاهلي يمكن هي المباراة هنا هوت ودي تاني مباراة لمحمد عادل كان لها ملحوظة في مباراة الاهلي ومصر كابتن لو تفتكر يمكن عندنا كان هناك لعب في نادي المصر سامير فكري لو تفتكر سامير فكري سامير فكري اللي هو ارتكب أكتر من مخالفة وكان يستحق الطرد في عزي المباراة ولكن نتيجة المباراة دائما بنقول يا كابتن أيمن أن نتيجة المباراة أحيانا بتغطي على بعض الأخطاء التحكمية يعني يوم ما كانش عنده أخطاء تحكمية مؤثرة في هذه المباراة بنقول نهاردة محمد عادل تاني هارجع لنقطة مهمة جدا وهو النهاردة لعب السبت النهاردة الثلاث هل يستطيع كحكم دولي النهاردة أن هو يعني مباراة صعبة مش سهلة هل يستطيع محمد عادل النهاردة أن هو يعدي بالمباراة يبقى عنده التركيز يبقى عنده ناحة البدنية مهمة جدا جدا صفر ومباراة كانت صعبة ومباراة كانت مهمة النهاردة بنقول مباراة سموحة تاني أنا أقولك أنا من رأيي يعني من رأيي كان أنا بفضل كان هو ريح يعني النهاردة نتتكلم في حاكم لأبي السابت جاي من تونس لحد والاثنين من رأيي ولكن هل اللاجئة الحكامة عندها الخبرة أو الفكر أن محمد يقدر أن هو يلعب هزين براه طبعا هو ده قرارهم ولكن أنا كنت أفضل أن هو يرتاح ونتمنى طبعا أتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه النهاردة هو يكون في كامل تركيزه وتمنى أن المباراة اللي فاتت بتاعة التراجع ما تأثرش لأن كان قرار كان صعب وقرار كان مؤثر في هذه المباراة زي ما قلت عندنا إيوسف بساطي حكم مشاعد هايل جدا أحمد خالد بسمطاها كمان عندنا محمد الحنفي وراجل عنده خبرات لغبرة علينا تمنى شعر التحكيم يكون متميز وتمنى تاني هو ممكن عشان بعد المباراة نقول لا هو هايل بعد المباراة نقول لا هو كان مجهد ودي تعيينة أنا من وجهة نظري يعني سلاح زوح الدين لكن في النهاية طبعا كابتن على فكرة يعني كابتن محمد عادل أمين عمر محمود البنة محمد معروف لربعة في الفترة فاتت كابتن أيمن مشاطة فاتت كاس عالم موجودين دعور الأبطال موجودين لكون فدرالية أطئم كلها مصرية ربنا يوفق التحكيم إن شاء الله في الفترة جاءة والنهاردة طبعا ربنا يوفقهم ونطلع نقول إن التحكيم كويس في زل وجود فيتور بيري رئيس لجنة الحكيم يا رب إن شاء الله بإذن الله يا كابتن من شكرا جزيلا وإن شاء الله لن ينقع بعد المباراة شكرا كابتن أيمن شكرا